طيب دلوقتي هقول لكم شوية حاجات مهمة جدا فيما يخص تقرير سوارش عن لعيب النادي الآلي التقرير المفروض سوارش هيقدمه لمجلس إدارة النادي الآلي الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة تعالوا نشوف تقرير سوارش أو بعض مكتطفات من تقرير سوارش خلال أيام الأخيرة عكف البرتغالي ركارد سوارش المدير الفاني الآلي على كتابة تقرير مفصل عن حالة الفريق ورأيه في اللاعبين والمراكز التي تحتاج إلى الدعم وبعض الأمور التي تحتاج إلى التطوير وهو ما يكشفه رقم عشرة الآن سوارش أشاد في تقريره بالنظام داخل النادي الآلي وأكد أنه قريب للغاية من أندية أوروبا كما أن النادي يملك بنية تحتها في قطاع كرة القدم مثل التي في أوروبا ويوفر كل سبل النجاح لأي مدرب كما شدد على عدم تدخل الإدارة في عمله ومراحظته الوحيدة كانت على عدم جودة ملاعب التدريب المدرب البرتغالي تحدث في تقريره عن تراجع الحالة البدنية للعاب النادي الآلي ووصفها بالصعبة وحالة الإرهاق الشديدة التي يعاني منها اللاعبين كما تعجب من استمرار الدوري عاما كمان وأكد أن هذا الأمر مهلك بدنية لأي لعب تحدث ريكاردو سواريش عن بعض اللاعبين في تقريره عن الفريق حيث أشاد بالبعض في حين طلب خروج البعض الآخر للعارة أو البيع النهائي لعدم إعجابه بمستواهم ومرضوضهم مع الفريق واللعبين هم محمد هاني أول واحد قال عنه سواريش لعب كبير لكن من الواضح أن ثقة في نفسه مهزوزة حاولت منذ أن توليت المسئولية أن أعمل على إعادة ثقة في نفسه لكن اللاعب لم ينجح خصوصا مع تكرار أخطاءه في الملعب واقترحت أن يخرج للأعارة في الموسم الجديد أو يكون بديل لظهير أيمن آخر اللاعب الثاني هو أليو ديانج قال عنه سواريش لعب يملك إمكانيات بدنية قوية ويبزل جهد كبير في الملعب لكن منداش للغاية من عدم تطوره هجوميا على مدار الثلاث سنوات التي تواجد فيها داخل النادي الآلي رغم أنه يسدد بقوة كبيرة كنت أخطط لأن يكون أحد أهدافي التي أعمل عليها مع الفريق في الموسم المجبر محمد الشينيوي قال عنه سواريش حارس كبير وقائد مهم للفريق لكن تم إنهاكه في آخر ثلاث سنوات وفقا للمعلومات التي وصلتني عن الفريق كان بحاجة مسة لفترة راحة من أجل سعادة عافيته والعودة لمستوى من جديد حمد فتحي قال عنه سواريش لعب يملك قدرات متميزة للغاية وقادر على اللعب في أكثر من مركز ومن أهم لعاب الفريق من الناحية التكتكية لكن يعيبه فقط بعض التدخلات القوية التي تكلفوا الحصول على بطاقات ملونة مجانية لويس ميكيسوني قال عنه سواريش كنت قرى فيه مشروع لجناح مميز لكن يبدو أن الانتقادات الكثيرة التي توجه له وعلمه بأنه سيرحل عن الفريق يعلته يغير واثقا في نفسه وقد تحدث معي عن رغبته في الاستمرار مع الأهلي لكن هناك على ما يبدو قرارا برحيله ما يبدو؟ ماشي بيرستاو قال عنه سواريش لعب مهاري لكن يعاني من إصابات مستمرة ويبدو أنه لا يساعد نفسه ويعود غير مكتمل للشفاء في كل مرة ويتعرض لإصابة مجددة وهو ما يبعده عن الفريق في وقت يكون النادي بحاجة لخدماته ودي مشكلة بيرستاو الحقيقة هو لعب جيد بس إصاباته كثيرة زياد طاري قال عنه سواريش كنت قراهن على أن أجعله واحدا من أهم اللعبين في الموسم المقبل يملك شخصية جيدة وينفذ التعليمات بشكل جيد وتحركاته في الملعب رائع لكنه يحتاج إلى خبرات كان سيكتسبها مع توالي المباريات يعني بصراحة رائعه في معظم اللعبين صحيحة رائعه في معظم اللعبين جيدة ما تحسش أنه بيقول حاجة مش عارفينها واضحة كل الحاجات اللي هو قالها على معظم اللعبين واضحة بما فيها آليو ديانج وفعلا آليو ديانج إمكانيات بدنية رائعة إمكانيات دفاعية كبيرة مجهود مش طبيعي في الملعب بس ينقصوا النواحي الهجومية خاصة اللي هو بيلعب مركز 8 مش مركز 6 اللي دفاعي مركز 8 بيبقى محتاج أنك تشارك هجوميا أكتر ويبقى ليك تأثير هجوميا أكتر ودعم بتشوفوش في آليو ديانج كتير ممكن تشوفه في عامل السلوية وممكن حتى تشوفه في حمدي فاتحي لكن آليو ديانج ما تشوفوش نفحات هجومية كثيرة يعني اشتركوا في القناة